السلام عليكم البرحة السفيري الياباني وبلاس خارت والسفيري الكندي والسفيرة الاسترالية كانوا بالسينما ببغداد وتفرجوا فيلم وبنهايمر السفيري الياباني طلع لمشاهدة الفيلم لأن بلده ما معروض هذا الفيلم بعد وبعد أن تفرج الفيلم صرح أن الكرسي مريح والسينما حلوة وإحنا كشعب مضياف ويحب الكرم سواءنا لعرض مجاني بنص بغداد وعرضنا فيلم إباحي أمام جميع المواطنين وبدون زادة 18 المهم هايا سالفة نرجع لها نجي لمهزلة الضباط والرتب العسكرية اللي صارت ظاهرة مرة بتصوير انفسهم بمشاهب مخلة بالشرف ومواقف مخزية ومرة بالإساءة للرتبة العسكرية ومرة بوقوفهم المستميط مع المشبوهات نعم المشبوهات وبنات الليلة اللي صدروهم أنه تحت مسميات الإعلامية أو البلوغر أو الفاشنستة أو حتى دكتورات يدير المراكز تجميل يهددن ويعتقلن ويتجاوزن على قيادات عسكرية ويفتخرن بأنه هن تحت حماية ورعاية ضباط المخابرات ومسؤولين ونواب ومنتشراته بكل مكان حفلات سفرات جوازات دبلوماسية إجازات حمل سلاح ليالي حمراء غسيل أموال دعارة سمسر وحبوب مخدراته بدون أي رقيب ولا حسيب وإذا صادمت وياها صدفة أو انتقدتها أول جملة تطلع منها تقول لك عندي عشيرة سدعين الشمس لماذا تبدو بهذه الجملة؟ لأنهن تبهل هذه التفصيلة المهمة كل هن تحت ألقاب عشائر عريقة ومعروفة بالحسب والنسب لكن ما شفنا ولا شيخ عشيرة على أن يتبرؤ منهن أو محاسبتهم للإساءة للقب لقب العشيرة والأداء من هذا كله أنه وصل بهن الحد أن يخلون الخرفان من التابعين إلى هن يعلنون زواجهم حتى تخليه أمام الأمر الواقع ويضطر يوقف لها من تطلع تردح على مواقع التواصل والسأل فطويلة والشك شبير والرقعة صغيرة مثل ما يقول أبو المثل تشمل الغرقان غطة البارحة بالليل ساحة عقبة بالنافع بنص بغداد شهدت أكبر عرض إباحة بالعالم بزمن الحكومات الإسلامية والأحزاب الإسلامية وعلى بعد أمتار من مناهضي حملة الجندر والجماعة نايمين ترجمة نانسي قنقر